اشتف الحقيقة دايما بحب اسمعها كنت بتكلم عن الاكل وتحسسنا بطعمه ورحته كده وإحنا قاعدين وتجوّعنا دايما يعني فمتهيالي ما انتش من نوع اللي يعني ساندويتشي قضيها لا انت ليك برضو مزاج في الاكل هل هي كانت مرتبطة عندك باكلات معينة كنت تحباها قوي تراحل بيتش انتكلها منها من ايديها لها اكلات خاصة طبعا ايه لها اللي كانت جبارة فيه يعني هو يعني مما لا شك فيه ان ما فيش اكل زي اكل الام حتى لو الاكل دا لو انت شفت اكل تاني او دقت اكل تاني طعمه واختلف وممكن يبقى احسن بس انت خلاص اول ما تعودت على طعم اللي قول قاس تعودت وكده هو البسلة طعمها كده اللي مش عارف ايه طعم يعني كل حاجة ليها طعم خاص بالام مهما دقت بعد كده عمرك ما هتدوق زيه يعني لكن هي يعني كانت متميزة في كل الاكلات وفي كل الوجبات ويعني ما شاء الله كانت عائلة كبيرة بس هي كانت كله بياكله كله بيتبسط وبتشوف ان هي فعلا بتقدم اكل مميز كانت بتتميز قوي طبعا بالاخدار كله يعني الخدار كله بطعم والنفس والملوخية وشهقة الملوخية يعني دي حاجات بتميز ست البيت دايما والام دايما اللي بتخلي الابن مهما خرج من البيت مش هيلاقي زي اكلهم يعني وفعلا حكاية ان احنا الحاجة الصغيرة اللي تبينها انها خروف دي يعني يعني مثلا كان عندنا يوم الجمعة حاجة اساسية اللي هي الفول الفول دا كانوا بيعملوه يوم الجمعة بشكل خاص قوي كان يبقى فول بالبيض وبالبسترمة وبالسجوء يعني اختراع طاج كبير كده هو وبعدين بتحطله فحمة عشان يعمل طعم الكباب وهو فنها فول يعني فكانوا بيسموه الحاجة فول يعني دا يوم الجمعة يتعملوه تقوس اه دا تقس وبعدين كان مسلا البيت بالبسترمة دا كان زمان دا اختراع يعني يعني حكاية ان حد يجيب بسترمة ويعملها بالبيت دا كان اختراع لكن كان احنا كنا بنبقى سعداء جدا باليوم اللي احنا بنتلم هي اللامة هي الاساس وان احنا نبقى مبسوطين كلنا ان احنا ملمومين على وجبة الفطار اللي قبل صارات الجمعة دي دي كانت حاجة جميلة ويمكن كانت هي حريصة انها تزرع فينا ان احنا نتلم حتى بعد ما اخواتي كلهم نتجوزوا كان لازم يوم الجمعة دا كلنا بنتلم فيه وكلنا بنشارك بعض الاكلة هي مش مشاركة اكل قد ما هي مشاركة اخوات مع بعض ايه المشاكل اللي عندهم بتادينا نحافظ على الحكاية دي بعد وفاتها فترة طويلة يعني حفزنا عليها الحمد لله لحد النهاردة يعني وكان والدي حريص عليها لغاية وفاته برضو والحمد لله حريصين عليها برضو ان احنا نتلم حد عنده مشكلة كلنا بنشارك كل المشكلة دي حد عنده حاجة لزيزة يقدر يحكيها ونتحك كلنا مع بعضينا دا طبعا كانت حاجات جميلة يعني هي حفزت عليها واحنا الحمد لله محفزين عليها يعني اشتيت جعورمي شكرا